معروف أو غير معروف ناكرة معروف ناكرة وهنا معروف مدخل درس جديد في الجرامر أدوات التعريف والتنكير باللغة الإنجليزية أدوات ناكرة معروف indefinite articles أدوات الناكرة الشيء غير معروف إيقان definite articles we have ذا ذا كما لو كانت بالعربية السيارة indefinite السيارة definite أضفت لهذا definite indefinite أكار I will talk about this in more details in this or in the coming فيديو في الفيديوات القادمة ولكن this is just introduction فقط هذا مدخل لما يسمى indefinite definite indefinite definite definite معلوم الهوية indefinite مجهول الهوية أدوات التعريف والتنكير في اللغة الإنجليزية أدوات التنكير والتعريف في اللغة الإنجليزية indefinite articles we have A and A and A and A and definite articles we have only ذا متى استخدم A and متى استخدم ذا A car general car سيارة بشكل عام غير معروفة The sport car is expensive السيارة الرياضية غالية فأصبحت معروفة تختمت لا هناك بعض rules القواعد in using indefinite and definite articles definite معروف indefinite غير معروف i-n it's a prefix an apple تفاحة the red apple in the fridge تفاحة الحمراء في الثلاجة فأصبحت معروفة i-bought a new car ترد سيارة جديدة the new car is small أصبحت معروفة السيارة الصغيرة والسيارة الجديدة small an umbrella مظلة شمسية the red umbrella المظلة الحمراء an english book كتاب الإنجليزي the english book أصبح معروف a park حديقة the small park الحديقة الصغيرة لاحظ في أداة التعريف we have only the كما لو كانت l باللغة العربية in english we have a and an definite and nakira we use a before consonant sounds قبل الحروف أو الأصوات الأصوات الإنجليزي الواحدة وعشرين حرف a banana a house h b we use an before vowels قبل الحروف المتحركة الحروف المتحركة o i e a u خمس حروف أبدأ بآن إذا بدأت الكلمة بعد الحروف الخمسة باقي الحروف الواحدة وعشرين أبدأ ب a a banana b consonant second consonant vowel متحرك مشاكل الإنجليزي كلها في الحروف المتحركة الساكنة سهلة مشاكل النطق والقواعد كلها فيما يتعلق بالحروف المتحركة الخمسة a i e u o look at the face i have drawn them in the shape of face غسمتها في شكل وج o i e a u إذا بدأت الكلمة بحرف ساكن a a banana a house a car a pin إذا بدأت الكلمة بحرف متحرك أسبقها بأن an orange start with o بدأت ب o an hour طيب بدأت بالh لا الh غير منطوق ساكن start with o an hour an hour so in this case في الحالة هذه note that the choice of a and an اختيار a و an depends يعتمد on sound not spelling على الصوت وليس spelling وليس الحرف الحرف هنا h لكني تعاملت مع الصوت an hour an hour الh silent فتعامل مع الصوت an hour honest صادق honest honest هتعامل مع الh ولا مع الo فأقول an honest an honest an honest إذن indefinite article we have a and an definite article we have the هنا شرحنا متى نستخدم a متى نستخدم an a قبل الحروف المتحركة 21 حرف an قبل الحروف قبل الحروف الساكنة an قبل الحروف المتحركة الخامسة wait me for exercise about using a an this is بندر wish you a good time bye 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 اشتركوا في القناة